قال خبير الجماعات المتشددة المستشار ضياء الوكيل في لقاء مع اخبار الان قال ان الخلافات بين قادة داعش المحليين والاجانب نشبت في اعقاب فرار افراد التنظيم الاجانب مع اسرهم من تل عفر الى الحويجة مشيرا الى ان اعترافات مقاتلي داعش الذين استسلموا للجيش العراقي والرسائل المشفرة التي تم تفكيكها اكدت ذلك في البداية القوات المسلحة العراقية تعتمد في عقيدتها العسكرية مقاربة صفرية وهي ان لا تكتفي فقط بهزيمة العدو انما تفرض عليه الاستسلام او اذا واصل التماس والقتال فيقتل في الميدان هذا نحن نسميه سحل الثور من قرنيه هذا الذي تعتمده القوات المسلحة في الوقت الحاضر في اعتقادي ان هناك في قضاء الحويجة الذي يعتبر معقل لتنظيم داعش ومنصة الاجستية وقاعدة انطلاق لشن هجمات حرب العصابات وهو فيه سجون كبير للتنظيم وشهد اربع انزالات امريكية في عامي 2015 و2016 في اعتقادي ان هناك خلافات حادة وانقسامات بين عناصر التنظيم المحليين العراقيين والاجانب خاصة اذا ما علمنا ان في قضاء الحويجة هناك كتيبة بين قوسين كتيبة طارق بن زياد للانتحاريين الاجانب الخلافات نشبت على خلفية فرار قادة تنظيم داعش مع عوائلهم الاجانب خاصة منهم وتركوا المحليين في قضاء تلعفر واستسلموا لقوات البيشمرق هؤلاء يوجهون انتقادات واتهامات للاجانب ووصلت الى القطيعة فيما بينهم هذا رصدناه من خلال بعض العناصر التي استسلمت في الفترة الاخيرة لاجهزة الامن العراقية وايضا من خلال فك الرسائل المشفرة من قبل وحدات الحرب الالكترونية ليس لديهم قرار ولا توجد منظومة قيادة وسيطرة القيادة والسيطرة مصابة بالشلل التام وهم في حالة معنوية مهزوزة يشعرون بالإحباط والانكسار والهزيمة وفي اعتقادي ان ما جرى في قضاء تلعفر سيجري وضع مشابه له في الحويجة ترجمة نانسي قنقر